اهلا وسهلا مشاهدات الراقيات ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وغادي يكون الفل ديلكم هذا على حسب الفئات العمرية اللي بنات قبل ما نبدأ بغيت ننبهكم لبعض الاخوات كيدخلوا عندكم في التعليق وكيحطوا لكم ارقام هواتف على اسس انه بعض المرات الرقم ديالي هدك فانتبهوا انتبهوا انتبهوا بزاف من الاحتيال والنصب فاحد الاخوات راها كتبات في التعليق انها فعلا تواصلت مع رقم من هدوك الارقام وحصلوا لها انهم نصبوا عليها فانتبهوا بزاف وشوفوا مع من كتهضروا ودوك الارقام ما تبقوش تاخدوهم يعني هكك وتدروا التق فان شاء الله فالكم فالخير وان شاء الله فالكم فالايجابي غادي نبدأ مع صاحبة البشرة البيضة وغادي يكون الفعل على نية الاعمار او نية الفئات العمرية فغادي تكون انتهادية البيضة ونشوفو الحد ديالك على حسب الفئات العمرية فهي مقسمة الثلاثة غادي نشوفو البيضة الفئة الاولى من 17-30 سنة الفئة الثانية من 31-45 والفئة الثالثة من 45 ثم فوق ومرحبا بالبنات او الاخوات او السيدات اللي دخلين اجدادات للقناة اهلا وسهلا بكم فهذا فالك يا البيضة على حسب الفئات العمرية غادي تكون هذي الفئة الاولى ثانية ثالثة وكنشكر بزاف اه البنات اللي كتحطوا اه التوقيت المناسب لكل فئة شكرا لكم ولتسهلكم الامر على اه باقي المشتركات فغادي يكون هذا الفئة الاول للفئة الاولى من 17-30 سنة البيضة اه كنشوف انك غادي يكون اه تفكيرك ايجابي اه بغا تزهري وبغا تكوني احسن مما انت عليه وراكي غادي يكون في الطريق الصحيح رغم العين والحسد والتابعة فكنشوف كوية دبداباتك اه طالعة اه طاقتك اه عالية ما شاء الله تبارك الله غادي في الطريق الصحيح غادي في تطور اه اه كبير اه كنشوف كذلك عندك هنا لقاء او اجتماع مع اه بنت اللي هي اه سمرة او سيدة اللي هي اه سمرة اه اللقاء هذا او الشراكة او الاجتماع كيفما كان الامر فهو غادي يكون اه بشكل ايجابي مع هاد سيدة هدي اه تنقول لك بالنسبة الاعتباد ديالك اه زاهرة والامور اه غادي اه بشكل صحيح في الاعتباء او مع العائلة بعد اما كان عندكم يمكن مشاكل او كان غيار او كانت الاعتباد ديالكم شوية اه فيها طاقة سيلبية فكنشوفها حاليا اه مزيان اه اليك تيكت اسئلي على الحنطي فالحنطي كان شوف هديك العصبية وهدك التدمر اللي كان عنده والقلق والسلطوية اللي كانت عنده خارجة يعني بدأ يتحسن عندك معاه لقاء عندك هدرا وكلام عندك حاجات ايجابية مع هاد اه الحنطي هذا حتى الى كان هاد الحنطي زوج ديالك وهدرته في الفراق او في البعاد او في الطلق فلن يكون اه دالك او غادي تنسوا هاد الموضوع هذا اه هاد الشخص هذا اه سمعي لي هاد الايام هادي اه بغي يهضر معك باغيك تسمعيه ويسمعك فاعطيه وقت وهضروه واسمعوا بعضياتكم وتفاهموا على الامور ديالكم بالنسبة اه للابيض فالابيض كيف يفكر انه يتصل بك هاد الابيض هدا بعد ثلاث ايام او ثلاث اوقات غادي يجيك حتى الاعتباء سواء كان زوج ديالك وكان هاجرك غادي يرجع سواء كان الحبيب ديالك وكان غايب فانتي كنتي غضبان عليه فممكن يجيل عندك حتى للبيت او حتى للعمل اه ديالك اه باغيك باغي يشوفك اه باغي يهضر معاك فهو اللي غادي يدير المبادرة حتى لك انتي مخصمة معاه فهو اللي غادي يدير المبادرة او غادي يكون سباق للتصالح او غادي يكون سباق بالاتصال فالشيء هذا تيبا والله اعلم بعد ثلاث ساعات من رؤيتك القراءة او ثلاث ايام او يوم الثلاثة فغادي يكون عندك تواصل مع هاد الابيض وكان حاجات ايجابية اه معاه وجايب شكل جديد وجايب نشاط وفرح وحيوية وغادي تشوفه اه يعني اه انسان اه اللي فعلا هو جديد ومختلف على الانسان اللي كان اه قبل هنا الحنطي ما بنش او الاسمر اه عفوا الاسمر ما بنش فالامور غادي تبقى على ما هي عليه اوكي فهذا ما جاء في الفلد يلك اه يا البيضاء الفئة الاولى ونشوفو البيضاء الفئة الثانية كنشوف عندك تغييرات الى الاحسن يعني الى كنتي في حالة سيئة فعندك يجبك تحسن وحتى لك انتيا كتحسي برسك انك اه مزيانة هذه الايام فعلي تكوني احسن واحسن اه كان نشوف cloak هنا عندك اعلام الفرح على بيت الفرقت ديالك فاللي عندها الاسمر او مووو فاللي عندها الاسمر وخصوصا الاسمر الي يشتغل علاج يجب مصلحة الحكومية أو يلبس الباس خاص فأنتي عندك معاه زواج فبعض السيدات أو بعض البنات كتقول لي علش ما هضرتيش علش ما كتدخليش هذا الشخص اللي يشتغل في الحكومة فتنقول لكم لما كان هضر على اللون فكيدخل فيها جميع المهن ما كان خصش أنا مثلاً هذا في الأمن ولا هذا في الدارك ولا هذا أستاذ ولا هذا المعلم لما كان هضر في اللون البشرة فكتكون عامة ولكني مني كتكون حاجة اللي هي خاصة وجية لهذاك الشخص محدداً فكان حددها فمثلاً فهذا القراءة هذه جاء بأن اللي غد يكون عندها خطوبة أو زواج هي اللي عندها الأصمر يشتغل في مصلحة حكومية أو يلبس الباس خاص في العمل دياله أوكي فأنتي اللي عندك زواج أو خطوبة وعلى العموم الأخرى يتكن حين تكن أبيض الأمور العاطفي ديالك أو الأمور الزوجية ممتازة وفي القمة ولا أرواح يعني الحياة العاطفية ديالكم في هذه اليومين المقبلين ممتازة جداً 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 أمور جيدة اللي شي شوية فيه ما زل شوية ضغوطات وما زل مشاكل هو في العمل والدراسة يعني وخاقلة ما بقتش بهذه الحدة ولكن ما زل عندكم شوية ديال توطر شوية ديال ارتباك شوية ديال مشاكل اللي هي طفيفة لا في الدراسة ولا في العمل بالنسبة للأصمر قلنا معه زواج معه خطوبة معه أشياء رائعة هذا الأصمر هذا كيبغيك كيف مكان راكين الحب يعني إحنا حدبنا الزواج أنه كان معه ليش تغل في مصلحة حكومية أو يلبس الباس خاص في العمل دياله ولكن الأخرى يا تعالى العموم الأصمر كان الحب كان الحنان كان أشياء إيجابية في الحياة العاطفية وكذلك لمع الحنطي ولمع الأبيض كان نقول لك حتى الحنطي زائد الحب والغرامية عندك معه أشياء جديدة عندك أشياء مازال غدي تظهري معاه فيها عندك حمل مع الحنطي عندك أرزاق مع الحنطي عندك هدية أو حاجة غدي تفرحي مادية غدي تفرحي بها مع هاد الحنطي والحمل يكون عندك مع هاد الحنطي هذا وحتى اللي كان عندها الحنطي حبيب انتبهي ممكن تحملي منه أتنقول كذلك هنا عندكم أشياء رائعة مع الأم أو مع الحامة أو مع العمة أو الخالة أو البعض فيكم مع الأخت الكبرى عندكم أشياء رائعة ممكن تشتركوا في مناسبة أو في حفل أو في عراضة أو ممكن أنكم تعزموا عند هاد السيدة اللي هي تكون الأم ديالك أو الحامة ديالك أو الأخت أو الخالة أو العمة يمكن هي تعزمكم يمكن غدي تحضروا معها في حفل أو ممكن حاجة اللي هي فيها دبيحة الله أعلم يكون عقيقة أو ما نعرف هناك تبلي يكون زواج أو هي غدي يكون أو صدقة ممكن فغدي تكون فيها دبيحة وكذلك نكون لكم عندكم نجاح أو الحصول على شهادة عليا أو هي أوراق غدي تحصلوا عليها ممكن إقامة ممكن جنسية ممكن شهادة ممكن رخصة ممكن عقود غدي تفرحوا عليها والبنات اللي دخلتوا وما عندكم ش حبيب كان قولك كين شخص هنا سواء كنتي عازبة أو مطلقة ورمالة وما عندك ش حبيب كين هنا شخص جديد اللي غدي يدخل في الحياة ديالك خلال أربعة أيام ممكن تعارف يكون صدفة فغدي يكون هات الشخص هذا داخل بشكل إيجابي وما تحكميش عليه مسبقا هضري معاه وخودي ودي معاه في الهضرة ممكن يعني 8% أو 85% هات الشخص هذا غدي يعجبك من بعد فكان هذا الفعل ديالك يا البيضاء الفئة الثانية وغدي نشوفه الفئة الثالثة كنت تسألي عن السفر فباب السفر مفتوح أرزق عندك كثيرة مداخل مالية من مصادر مختلفة ومداخل مالية كبيرة تنقول عندك روحانياتك عالية يعني أنت إنسانة اللي طاقتك عالية بزاف يمكن الله أعلم كتدري حاجات أو تسبيح أو قراءات أو يعني تنقيتي أكتر وأكتر يعني كنشوف أنك بعدتي على الأشياء اللي هي شوية سيلبية أو اللي كنتبعدك عن تحقيق الأهداف ديالك عندك رقي في الروح أو في النفسية ديالك أو في الطاقة ديالك عندك فيها سمو وعلو فغدي تحسي براسك تغيرتي الناس بزاف غادي تحسك بأنك ما بقيتش عادية فغادي تسنعي هذه الكلمات لأنك إنسانة ماشية عادية فهذا ناتج على الرقي ديالك والسمو ديالك والوعي اللي عندك كنشوف قلنا مداخل مالية عالية باب الصفر مفتوح إلا كنتي كتسبيلي على الأصمر فالأصمر هذا إلا كان في البلاد البعيدة كيف يفكر في المجيء اللي عندك وما زال غادي يكون لقاء بينك وبين هذا الأصمر هذا الأصمر يفكر فيك بزاف وبزاف هذا الأصمر يدير المستحيل من شانك يبغي يقدم لك مساعدة يبغي يدير أشياء كثيرة حتى أنه يرضيك إلا كنتي تسألي على الأبيض الأبيض كان بنتكم شوية طاقة سلبية أو كان بنتكم سحر تفريق هذا الأبيض هذا بغي يهضر معك بغي يقول كلام كتير غادي يكون بنتكم اتصالات هاتفية أو مقابلات أو خروجات كتيرة ولكن كنشوف رأي عليكم ضغوطات عليكم سحر وعليكم طاقة سلبية وخا هذ الأربعة أيام غادي تكون هضر بنتكم كتيرة اتصالات كتيرة خروجات كتيرة ولكن انتبهي ورقي نفسك وحتى هذا الشخص هذا خصو يرقي نفسه سواء كان حبيب أو كان زوج لأن كنشوف عليكم طاقة سلبية أنا ما كنقول ما كيبغيك شو كيبغيك اتصالات كينين خروجات كينين هضروا كلام كين ولكن ما تبوعين كنقول كذلك اللي هما في الدراسة زيدوا يعني اهتموا بالدراسة ديلكم اكتر ف كنشوف هنا الناس اللي هي بحلة كتدير دراسات خاصة بها يعني بغية تستفد كأنها كتدير حاجات عن طريق الانترنت أو كتتعلم اشياء عن طريق الانترنت او كتدخل مدارس خصوصية كتدير ما عف الله اعلم البعض فيكم يمكن كيتعلم صنع البعض فيكم بغي يزيد يعرف اشياء جديدة او كتدخلوا اديروا دراسة فممتاز هد الشيء هذا يعود عليكم باشياء رائعة هنا ما بنش الحنقي فالحال غدي بقى على ما هو عليه فكان هذا الفال ديالك البيضاء الفئة التالية وغدي نشوف الصمرة فغدي يكون هده الفال ديالك الصمرة على حسب الفئات العمرية ان شاء الله فالك خير ان شاء الله فالك ايجابي هده الفئة الاولى ثانية ثالثة بالنسبة للفئة الاولى كان هنا اتصال هاتفي اللي غدي يكون من عند الاصمر وغدي تظهري على هذا الاتصال هذا وغدي يكون فيه حاجات اللي هي ايجابية هاد الاصمر ممكن يكون حبيب ممكن يكون زوج اب اخ او ابن او صديق فالاتصال هذا غدي يجيك من هذا الشخص هذا الشخص يفكر فيك بشكل كبير هذا الشخص ما زال غدي تظهري معه ما زال غدي تشوفي معه اشياء اللي هي ايجابية ما زال هاد الشخص هذا غدي تكون بينك وبينه ممكن شراكة ممكن شيء تشتركه مع هاد الشخص ممكن انكم تكونوا ديرين مشروع ممكن غدي يكون عندكم سكن مشترك او شراء شيء وتشتركوا فيه انتي وهذا الشخص فهو حاجة اللي هي كبيرة غالية فغدي يكون عندك انتي وياه شراكة في هاد الشيء هذا تشتركه بنتكم غدي يكون عندك كذلك مع هاد الاسمر لقاء في ادارة او عمل مشترك بينك وبينه وغدي تظهري عليه وكن قولك حتى إذا كانت عندك شيء حاجة في محكامة معه شيء شخص اللي هو اسمر فالامور غدي تكون جيدة وفيها نصرة إذا كانت عندك في محكامة كنقول كذلك اللي هي موظفة أو عاملة ومعك شخص أصمر سواء كان هذا الحبيب ديلك أو شيء حد معك في العمل فكن قولك هاد الشخص اللي معك في المعامل عندك معه نجاحات عندك معه أشياء رائعة جدا ممكن غدي تدري انتي وياه في الوظيفة يعني غدي تقدموها بجوشكم وغدي تكون رائعة وناجحة وممكن يكون شخص معك في العمل اللي هو أصمر غدي يهضر معك وغدي بغير يربط معك علاقة عاطفية وكن نقول البعض اللي هي كتدرسي فكان هنا يا إما الأستاذ ديالك يا إما شخص الزميل ديالك في الدراسة غدي يكون عندك معه يعني حاجة تجمعكم فيما يخص الدراسة وتنجحوا فيها انتما الاثنين يمكن عندكم تداريب وغدي تكون بجوش في نفس التدريب وغدي تنجحوا فيه أو غدي يكون عندكم موضوع غدي تدير ه وهاد الزميل ديالك في الدراسة وغدي تنجحوا فيه فهنا كان أمور كتيرة مع هاد الأصمر أعطت الأصمر أكتر هاد الفئة هادي كنقول حتى الزواج مع الأصمر يكون يعني الأصمر إليك تكتسئل للزواج فهو كيدير بزف ديال الترتيبات وحامل يعني بجدية هاد المسؤولية ديال الزواج أو فكيشتغل عليها وكيدير ترتيبات وتنظيمة تدير رسالة لهاد الزواج هاد أو هاد الخطوبة اللي غدي تكون بينك وبينه فراه شاغل نفسه بهذا الشيء هذا وكيدير المستحيل حتى أن الزواج ديال يتحقق تنقول هنا بالنسبة اللي كتسأل على الحنطي فالحنطي كنشوف هاد الربعة أيام المقبلة غدي يكون بعيد عليك بالجسم ديال ولكن ما تخافيش لأنه ما زال غدي يستمر معك وما زال عندك معه حضوض فما يقدر يكون مشغول أو عنده مشاكل أو عنده أشياء أخرى أهم فدوز أربعة أيام وغدي يرجع لك فما زال الاستمرارية معه وما زال الحضوض معه بالنسبة هنا للأبيض ما بنش فالأمور غدي تبقى على ما هي عليه فهنا كي يبلي يا الصمراء لبعض فيكم وخصوصا هنا اللي كتقول أنا بغيت نتزوج علش ما كان تزوج علش عندي كل مجا واحد كيمشي علش ما كتصدق ليش الزيجة ديالي فكن قول راه ما زال عندك شوية طاقات سيلبية فديري علاجات لأن الشي اللي كيخلي زواج ديال كما يكتملش كل مرة كتفش لي وكتفش لي فما زال عندك نتي طاقات شوية سيلبية وكن نقول للصمروات هنا اللي تدري طاقات روحانية أو بغية تدري علاجات فبسرعة غادي تحقي المعجيزات فكان هدا الفال ديال كوه الفال كي يقول يعني كني ناشيطة ما تغلقيش على نفسك ما تبقيش كتقللي من القيمة ديال نفسك اشتركي دخلي في لقاءات هضري معا الناس حيث كنشوفك هنا بحلا هاد الايام الجاية غادي تكوني غلقة على نفسك وحتى انك ما تسمحيش حتى الراسك انك تفكري في الاحلام ديالك فبحلا بغية تدخني رسك بالحياة لا كوني حيوية ناشيطة ضحكي لعبي خرجي وفكري في الاهداف ديالك وفكري كيفاش انك تحقيها ودري الخطوة الاولى وغادي توصلي ان شاء الله فكان هدا الفل والديالك يا السمرة ونشوف الفئة التانية السمرة ها كنشوف يا السمرة من ناحية العاطفية عندك تغييرات وعندك هنا صلح او لقاء مع الحبيب او يمكن الزوج ديالك كنت يمخص ما معاه فكينت تصلون فكي بلي على العموم الحياة العاطفية او الحياة الزوجية عندكم صلح عندكم رجوع عندكم توالم غير انتي كي بلي شوية هاد الخمسة ايام الجاية مرة تكون مزيان مرة خيب مرة تعرف تصرف مرة لا فعندك مد وجزر في العلاقة العاطفية ديالك منك انتي يعني انتي اللي كتدري هاد الاشياء هاد يعني ما كتبقيش غدية في خط مستقيم مرة مزيانة مرة خيبة فالامور فالامور العاطفية ديالكم قلنا فيها صلح فيها توالم فيها لقاءات فيها جمع كنشوف غير هو بالنسبة اللي عندها الحنطي فالحنطي شوية هاد الايام غدي يبغيك تكون تهتمي به اكتر غدي يكون اناني غدي يبغي راسو غدي يبغيك انك يدلي يعني يدلي بحل الطفل الصغير يقول اللي يوخة هي فهذا الشي اللي يعطى فالك ما عندي منذير لك كنقول كذلك اللي عندها الحنطي اجنبي او في البلاد البعيدة فهو يفكر فيك ويبغيك ويفكر انه يجي حتى لعندك بالنسبة اللي عندها الابيض فكنقول لك هذا الابيض هذا ناوي على انه يدلك مفاجأة ومازال غدي تسمعي منه اخبار صار هاد الابيض هذا تنقول لك ما تخافيش من هاد الابيض انتي كيبلك بحل راه ما مهتم بيك او ما بغيك او ما يعطيك الحب اللي انتي كتبغيه ولكن في القرار راه نفسه هو مسكين كيقول انه راه عاطيك الحب وعاطيك الحنان فبالنسبة له راه مقدم لك جميع الاشياء العاطفية اللي انتي محتاجة لها فهضري عبري الانتي كنتي كتشوفه ما كي عبرش على الحب فهضري معاه ولكني بالشكل لطيف ورقيق انك تقول له مثلا انا كيعجبني هكا كيعجبني هاد الشكل يعني شوية ديال الحوار فماشي انك تغضبي عليه هو عند باله راه مقدم لك الحب والحنان وانتي عند بالك راه لا راه عاطيك بالضرق وما كي هتلمش بك فشوي يكون الحوار بينك وبينو سواء كان حبيب او كان زوج هضري معاه وقول له بانني انا الحب هكي كيعجبني وهكي كي نبغيك تعبر لي وهكي فج خستك تكون معايا فهو عند باله راه غدي في الطريق الصحيح تنقول كذلك هنا عندكم سيدة ما يمكن الام او الاخت الكبرى فهي انسانة كبيرة منك في السن محتاجة لك وقفي معها ساعدها ممكن محتاج العلاجات ممكن محتاج انك يعني تمشي معها عند الطبيب او عند معالج فوقفي معها السيدة الى طلبت منك المساعدة واذا كانت الام ديك فطبعا توقفي معها بالنسبة لك الى كانت عندك اشياء قانونية او اشياء ادارية او مؤسسة فالامور ديك جيدة بهذا الخصوص هذا هنا ما بنش الاصمر فعلى العموم قلنا في الحياة العاطفية عندك رجوع عندك تصالح عندك جلسات عندك اتصالات عندك خروجات من ناحية العاطفية حتى الاصمر ولو ما بنش فالامور ديك رهها جيدة معها لان العاطفة كتشمل بكل شي الصمر الفئة التانية بالنسبة للفئة التالتة من 45 سنة من 46 سنة فما فوق كنشوف الحالة النفسية ديك هذ الخمسة ايام غادي تكون شوية نزلة محطمة راح البال ما كيناش اللي عندها الابناء غادي تكوني كتفكري في الابناء ديك بزاف وغادي تكوني حاملة الهم ديالهم وبالمشاكل ديالهم وغادي تكوني مضغوطة مضغوطة جدا من ناحية ديال الابناء ديالك وكنقول اللي هي حاملة رضي البل على الحاملة ديالك وبالبزاف وكنقول هنا اللي ما عندهاش حبيب فكان شخص جديد غادي غادي يدخل في الحياة ديالك ولكن ينتبهي منه غادي تكون باغي غير الحرام باغي الزهو وباغي التسلية آآ بالنسبة اللي كتنتظر أوراق فالأوراق وخصوصا الأوراق الخاصة آآ بكل ما هو آآ سكن أو أرض أو مزرعة أو محلات فالعقد هذه الخاصة بالعقارات غادي تكون عندك وظهرة من ناحية ديال هذا الشيء هذا كنقول لك وكذلك اللي كانت نوي على شراء شيء غالي أو شيء اللي عنده قيمة كبيرة فما زل غادي تحصلي على هات الشيء هذا وهنا إلا كنتي تسألي آآ على الأبيض فكن نقول لك هذا الأبيض هذا آآ غادي يكون عصبي غادي يكون سلطوي غادي يكون سريع الانفعال غادي يكون آآ قلق جدا آآ آآ حتى هو بنفسه ما عارف شنو غادي يدير يعني متوتر آآ دايخ آآ الأمور دياله نزلة آآ بزاف هذا الأبيض هذا آآ كنقول آآ اللي عندها الأبيض نحيف فعندكم طرف ثالث يعني هذك الأبيض النحيف عنده سيدة أخرى كيهضر معاها آآ سيدة أخرى اللي سلباه أو واخدى آآ عقله فانتبهي انتي اللي عندك الأبيض آآ نحيف آآ هنا مجا لا أصمر ولا حينطي فالحال غدي بقى على ما هو عليه فهذا كان الفل ديالك يصمر الفئة الثالثة فما ظهر هنا هو أن اللي هي النفسية ديالك غدي تكون محقمة خلال الخمسة أيام المقبلة آآ راح تلبال ما كينش آآ مشغولة جدا آآ إذا كنتي حاملة كيف ما كان الزوج ديالك فانتبهي للحملة اللي عنده عندك شوية آآ مشاكل في الحمل آآ اللي عندها أبناء كيف ما كان آآ زوج ديالك فعندك ضغوطات آآ مع الأبناء ديالك لأنه غدي تلقي معهم مشاكل أو الأبناء ديالك عندهم آآ مشاكل أو حاجة لي هي ضارة كزف كنقولك آآ كل ما يخص العقود الخاصة بالعقارات غدي يكون عندك عليها حاجة إيجابية عندك حصول على مبلغ مالي بالعدد آآ ثلاثة خلال هاد الأربعة أيام وكنقولك الحاجة الكبيرة اللي انتي نوية تشريها فمازال غدي تكون عندك هاد الشيء هذا وقريبا جدا كنقول اللي عندها الأبيض نتبهي وبالبزف لأنه هذا الأبيض هذا غدي يكون آآ متوتر قلق سريع إنفعال مشكل آآ يعني آآ عنده جميع المشاكل جمعات فيه هاد الأيام آآ هادي هاد الأبيض هذا وإذا كان عندك أبيض نحيف فكان طرف ثالث فهدا مجال الفال آآ ديالك يا الصمرة الفئة الثالثة وغدي نشوف الحنطية فإن شاء الله يكون فالك خير إن شاء الله يكون فالك إيجابي هذا الفال ديال الحنطيات على حسب الفئات هذه الفئة الأولى ثانية ثلثة 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 آآ سيكون هذا الفائل من الحنطية الفئة الاولى من سبعتاش لثلاثين سنة. سيكون هنا البنات اللي ما عندهمش حبيب. فكان هنا شخص جديد اللي غديدخل بشكل رائع جدا. غديكون شخص ميسور الحال. شخص اخلاقه اه جيدة وفيه خير. فالى شخص بغي تتعرف عليك هاد الايام. فتكون يتكسافيها معه. لانه غديكون فيه حاجات ايجابية. اه كنقول هنا البعض فيكم اه غديكون عندها حمل وغدي تكون الحمل ديالك مفاجئ. ممكن اللي هي اه يعني يمكن عدة سنوات ما حملتش. فهه غديكون عندك اكتر من ربع سنين. ما حصلش عندك حمل. فممكن والله اعلم غديكون عندك اه حمل. اه كنقول هنا اللي عندها الحنطة كان زوج او كان حبيب. فهد الحنطة هدا اه مشكل مريض اه عيان اه مقهور. اه عنده ضغوطات حتى انه غدي يكون غضبان عليك في الايام اه المقبلة وما غدش يكون اهتمام او غدي اه يعني يعطيك اتقار او غدي يبعد عليك. اه كنقول هنا اه العين والحسد والتبع عليكم وخصوصا في الدراسة او في العمل مضغوطين جدا جدا. اه كنقول هنا كذلك اه اللي هي اه كانت تقدير طقوس فا اه كملي طقوس ديالك او ديري المسائل اه ديالك وكنقول كذلك هنا اه البنات اللي هما كانوا موعدين شخص اه ما بشيء فنفدوا الوعد ديالكم. اه بالنسبة للحياة العاطفية فاللي بين فيها هو اه الابيض فالابيض كيموت عليك هاد الايام كي يحمق عليك كي ينبينتكم حب وحنان وغراميات وحاجة جميلة اه الثلاثة ايام المقبلة غدي تكون عندك معه هدية او رزقة غدي تحصل عليها من عند هاد الابيض هادا هاد الابيض هادا مازال غدي يقول لك هادرا وكلام اللي غدي اه اه تعجبك كنشوف انت يا البيض اه يا الحنطية شوية شكاكة او عندك وسواس كتير فهدك الشك وهدك الوسواس كنشوفوه شوية اه تيخرج اه تنقول كذلك هنا اه البنات اللي عندهم اه يعني حاجات او السيدات اللي عندكم حاجات في محكامة اه بالخصوص فا اه ما ترددوش اه اه يعني كنشوفها عندكم حاجات اللي هي ايجابية حاجات اللي غدي تفرحو عليها فكيف ما كان الامر اللي عندكم حيث انا كنشوف هنا اه عندكم حاجة في محكامة والله اعلم شنو عندكم في المحكامة فا اه الحاجة اللي عندكم في المحكامة غدي تفرحو عليها او غدي تزهرو عليها اه فهذا ما قال اه الفال ديلكم الحنطيات الفئة اه الأولى. ما كنشوفش هنا الأصمر. فالحال سيبقى على ما هو عليه مع آآ الأصمر. ونشوفوا الفال آآ الثاني الفئة آآ الثانية من واحد وثلاثين الخمسة واربعين سنة حنطية. كنشوف هنا اللي حتى الأوراق ديالها من أجل الطلاق لن يتم الطلاق. وكنشوف هنا كتفكري آآ انك تحصلي على فلوس فالفلوس غادي تجيك ولكني بواحد الشكل اللي هو قليل جدا آآ كنشوف هنا اللي عندها الأبيض الناحي فعندك زواج او خطوبة آآ يمكن عقد قيران او خطوبة مع الابيض الناحي فعندك اشياء جيدة معه فرحة كبيرة ممكن انه فجأة آآ يتصل بك ويقول لك يحدد لك مثلا آآ موعد الخطوبة او موعد الزواج فالامور جيدة مع الابيض الناحي آآ كنشوف كذلك هنا آآ اللي آآ خايفة على صحة ديالها وعندها زيارة طبيب او كانت مريضة فعندك تشافي اللي هي آآ خايفة وبغي يدير تحاليل فكنقولك التحاليل غادي تخرج آآ مزيانة فما تخافيش على الصحة ديالك وكنقول حتى اللي كانت مريضة فعندك تشافي من المرض آآ هذا ديالك آآ بالنسبة آآ المغتريبات آآ كنقول هنا عندكم آآ حاجات جديدة او تغييرات او ترتيبة غادي تديروها آآ فا او عندكم كذلك لقاء مع شخص مسؤول وغادي يكون عندكم معه اشياء ايجابية مع هاد الشخص المسؤول وعندكم جديدات او تغييرات ممكن آآ غادي يكون عندكم اهتمام آآ بالجمال ديالكم او ممكن تلتجوا آآ لعملية تجميل فهاك نشوفكم آآ بغيين تديروا اشياء آآ حاجات آآ خاصة بكم ممكن حتى ان آآ اللي هي اسمينا بغيين تدير مثلا آآ تخصيص او آآ اثني من الشكل آآ ديالك آآ كنشوف كذلك هنا اللي كتسأل على الابيض فالابيض آآ ملهي عليك او ما غادش يكون كي يهتم بيك آآ هاد الايام هادي يعني آآ بقلبه غادي يكون آآ بعيد عليك آآ بالنسبة اللي كتسأل على الاسمر فالاسمر كنقولك عندك معاه رجوع عندك معاه آآ جلسات آآ ممكن تكون عندك معاه اعراضة هاد الاسمر او يعزمك المقهى او مطعم فالامور مع الاسمر جيدة حتى لو كنت عندك معاه آآ هاد الاسمر آآ عقود او اوراق فغادي تكوني ظاهرة آآ معاه بخصوص هاد الاوراق او العقود آآ كنقولكم آآ لي كنت كتسأل على السفر فالسفر باب السفر آآ مفتوح هنا الحنطي ما بنش فآآ آآ غادي يبقى الحال على ما هو عليه فبالنسبة للحنطية آآ الفئة آآ الثانية الزواج كين مع الابيض النحيف او خطوبة او فرحة كبيرة لانك نشوفه غادي يتصل بك هاتفيا والاتصال غادي يكون آآ صار بالنسبة لك قلنا اللي كانت مريضة عندها تشافي آآ كنشوف آآ هنا آآ عندكم كذلك حدود آآ في كل ما يخص الاوراق والعقود وكان العقود كذلك فيها حدود مع آآ الرجل الاسمر وقلنا رجوع مصلحة مع الرجل الاسمر عندك معاه كذلك خروجات عندك معاه لقاءات عندك معاه اجتماعات والابيض شوي عادي يكون ملهي عليك او ما غدش يكون آآ كي يعطيك وقت او ما غدش يكون آآ يهضر معك في الحب والغراميات وقلنا الحنطي آآ ما بنش فالحال غدي يبقى على ما هو عليه ونشوفو الحنطية آآ الفئة الثالثة من آآ ستة واربعين فما فوق فا كنشوف الحنطية غدي يكون عندك شوية ارق بالليل تفكير غدي تكون كتفكري في الحياة المادية آآ ديالك كنشوف غدي يكون عندك هاد آآ مخصمة مع آآ سيدة اللي هي آآ سامرة غدي يكون عندك معها تصالح إذا كنتي كتسألي على الاعتباد يالك فكنشوف الاعتباد يالك ظاهرة ومعطاء ومرزاقة الاعتباد يالك وكنقولك كذلك عندك ضيفة دخلة الاعتباد وقدامها قدام الربح ودخولها غدي يصركم وغدي تكونوا فرحانين بالدخول ديال هاد السيدة آآ البيضاء إذا كنتي كتسألي على الاسمر كنقولك الاسمر آآ كان في حياته مرأة اخرى أو كيفكر في مرأة آآ اخرى وخا يكون كيتواصل معاك وخا تكوني كتهضري معا ولكن عقله وفكره وقلبه معا انسانة اخرى آآ ممكن هاد الاسمر هذا آآ يكون كيصرف دم قلبه عليها آآ كي هديها هدايا او ممكن انه آآ يشري لها حاجة اللي هي آآ غالية وبالبزاف آآ تنقول آآ اللي كتسأله على آآ السحر او كتقولي واش عندي سحر او عندي طاقة سيلبية فكنشوف انا آآ الطاقة ديل هاد الايام المقبلة ما عندكش ضغوطات هكا او عندك طاقة سيلبية فا طاقة سيلبية آآ خارجة آآ كنقول آآ هنا آآ غادي تكوني كتفكري من ناحية المالية وكتقولي واش غادي تكونو عندي فلوس واش 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 فكنقولك هنا مازال غادي تجيك مبلغ مالي آآ بالعدد آآ اتنين آآ كنقول كذلك اللي عندها الحنطي فالحنطي رد عليك بالظهر وممسوقكش هاد الايام آآ كنشوفو مهتم بالحياته العملية وبحياته المادية هاد الحنطي هادا فواحد الخمسيام غادي تشوفيه هاملك وغادي يكون مهتم غير بالمال والاعمال آآ ديالو هنا ما كانش الابيض ما بنش الابيض فالحال غادي يبقى على ما هو عليه فكان هدا الفال ديالك يا الحنطية الفئات ثالثة كنتمنى لكم الصحة والسعادة وطلعما آآ استمتعوا بالحياة تهلا وفرسكم واللقاء ان شاء الله فالاخر جديد كنبغيكم باي باي